السلام اللي بنات مرحبا بكم في القناة اليوم هنشارك معاكم قراطة عندي المعجنات اللي هي الليدة وبالكفتة اللي غد جيكم بسلصة البشاميل ومميزة وبالصوص اللي هي مميزة وبمقادر مضبوطة ومضاق رائع الصراحة نتمنى تعجبكم هاد الوصفة اللي درتاليكم في مولات مختلفين على حساب اللي بغد تعطيها الوليداتها في الانشبوكس او تعطيها القوتي للزوج ديالها او غضيوة دياله قسمتك يا مراحل كيف تشوفوها وبالنسبة جات كريمية لصوص ديالها جات رائعة كيف تتشوفو وغد جي معللكة والمضاق يا سلام نتمنى تعجبكم وتشاركو معنا صديقات ديالكم ومرحبا بكم في القناة وما تبخلوش علينا بلايك بلايك وبابوني الناس اللي تشوفو القناة ديلي اول مرة هندوزو المقادر بالنسبة لمقادر اللي غنحتاجوا انا احتاجت هنا اياه بالنسبة المقارونية او المعجنة اللي احتاجت هاد النوع يعني كيلو الا ربح هاد الكمية اللي انا استعملت بالنسبة الكفتة استعملت 500 قرام ديال الكفتة ديال لادان ديال بيبي يعني ماشي ديال اللحم ربعات المطيشات محقوكين بالزرع ديالهم حيث لهم القشرة ووحد القرعة كبيرة او وجوجات صغر مقطعين طريفة صغر وجوج بصلات موين او وحدة كبيرة عندي الطحميرة عندي البزار وعندي الملحة عندي خرقون معرق او خرقون بلدي او عندي سكن جبير ضامة ليبباط وعندي التومة معلقة ونص ديال ما طيشات الحك وزيت الزيتون بالنسبة باش نسلقوا ليبباط وبالنسبة للفرماج وصالصة البيشاميل غيبقى هما الاخر بالنسبة هنا يا تنديروا زيت زيتون انا يتاكسر يتنسى من زيت زيتون في الاكل ديالي هنضرت الملحة بالنسبة لي ما عدمشنا زيت زيتون هتيدرو زيت عادية غنباتية تنديرو شوية الملحة وزيت زيتون هنضرت باش نسلقنا ليباط ديالي مقلات سوف نضيفها على البطاطس كي نضيفها زيت زيتون ومشحر المقادر وفي نصف الوقت سوف نضيفها نضيف زيتون وكمية اللي يشتوا و هذه البصلة اللي مشالدة ونضيفها وزيت واحد المعلقة الزبدة الزبدة عادية دي للاكل هذه الزبدة تعطينا الصارحة في هذا الماضق ديالي تنشحروا الكفتة والبصلة تتعطينا واحد نسمة زوينة مع الخضار هنا درت ورقة سيدنا موسى تجي مواتي اكتر مع القرعة والصراحة تجي زوينة وتتعطينا واحد نكهة في الصلصة ديالنا والقرعة كيفشتو مقاطعة مكعبات صغيرة تنزيد للكفتة يعني كفتة هنا بغيت تديرو ديال البقر او تديرو ديال الدجاج انا درت هنا ديال الدجاج تنبقى دائما تنهبط في الكفتة ديالي وفي نص وقت انا تنحل فيها دائما تنشحروا الكفتة ديالنا تتشد تشحر لينا بحال تتشوى يعني ضروري تتطيب لينا مع البصلة وتتهبط لينا عدد تنزيدو في المكونات الاخرين اللي تنديرو اللاصص على الكفتة بقى خضرة وتتجي باسلى لينا وتتجي مزفرة خاصة تشحر لينا وفي نص وقت تنقص لينا هذك الماء ديالها في الميقلات كيف تتشوفوك اما تنهبط فيها وتنحل في ذلك الكويرات ديال الكفتة باش يجيني عبار واحد وتتجي الكفتة يعني كلها عندي نفس العبار اللي تنخلط مع الليبط ديالي تنقوا دائما تنحركم حلوكا دائما تنشارك معكم مراحيل وخاتل زر بالفيديو يعني الصورة رواضحة والفيديو نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة نزيد ربعات الماطيشات اللي كنتشتو يعني حكاهم خليتهم بالزرعة ديالهم الناس اللي ما عندهمش ماطيشة وعندهم صلصة عادية رات يستعملوها جاهزة هنا انا ايها تشاركت معاكم كل شي ديال البيت هنا زيت معلقة كبيرة ونص ديال ماطيشة ديال الحلك يعني او معلب يعني وبالنسبة زيت التومة هنا يمح كوكا حكاها رقيقة زيتها من بعد بالنسبة الناس اللي ديرين التومة ريفات يقدروا يزيدوها يدروها في اللوه مع البصلة تيش احروا مع البصلة والكفتة في اللوه ما يخلوها شهناية عنا مع مطحونة خفيفة يعني رقيقة زيتها ضامة ليباط الناس اللي ما تيبغوش ضامات ولا كرة الجيراء يعلينا في هذو العشاب المناسمة لسي تعطينا واحد المادة قزوين ضرت الملحة ضرت ابزار ضرت كنجبير وخرقم بلدي او الكركم هذو ما المكونات اللي خلطنا في الصلصة دينا كيف شتوها تنبقى مرة مرة تنحرك فيها باش طيب هذك مطيشة اخط حنا درنا مطيشة خضرة ودرنا التوابل دينا اهنا عشان دير تنبدا نهزف هذك الماء من السليق ديال ليباط يعني من احسن تديرو هذ الماء انا ما تنديرش الماء مرة بني اللي تنكون غندير شي صلصة ديال ليباط اللي اللي تيكون عدنا هذ الماء ديال السليق يكون عدنا فيه هذ النوع ديال نيشة ودك النشاة تتخلي لنا لصوص ديالنا خاطرة وتقيلة وتتجي من تناسقة بزاف وتتعطينا وحد اللوك يعني سواء قدرنا سباكيتة او اي نوع ديال المعجنات او اي نوع ديال السلصات اللي غنستعملوهم في شي نوع ديال المعجنات اللي تتكون عندكم الماء السلصة ديالكم تقيلة وبغي نزيدو الماء من الاحسن ما تزيدوش الماء ديال السليق يعني رتي خلي لنا واحد القوام واحد السلصة اللي هي خاطرة محال يدارين فيه نحن ننشغ يعني والليبات ديالنا تنقلبوها دائما تنحضو معها ما غداش تسلق بزاف لنا خاصة تبقى محتفظة على القوام ديالها اللي تتهرى لنا ليبات لا ما تتبقاش عطي الجمالية ديالها لف الاكل صحية بالنسبة كل شي دا بيوجد غدا نصفي وليبات ديالنا بالنسبة لصاصة البيشاميل انا ما شاركتش معاكم لان فيسا شاركتش معاكم من قبل وغنخليها لكم في صندوق الوصف ديرها في غراتان ديال اللازانيا من قبل هنا اياتا صلقنا ليبات ديالنا وصفيناها غسناها ناشفة من الماء زدنا فيها هذه الصلصة اللي كنت انا صيبت خلي تعيرو حد شوية ديالتزين نحاولو هده هي الطريقة مش تنخوا عرم الفوق تجينا ليبات ديالنا ناشفة هده هي الطريقة الصحيحة ديالقراطانات اغلبية تكونو محلوكها وتيجو حسن يعني تنخلطو هده كل القراطان ديالنا كامل تنزيد صلصة البيشاميل باش اللي تناكلو مش تناكلو عرم ديك القشرة الفوقانية اللي فيها تحتوي على الصلصة وعلى مكوناته تبقى لنا تحت ليبات ديالنا بيضة او فاذا ما ضق مسلوق متياكلوها شلينة الوليدات هنا اللي تندرو لها الطريقة تنخلوها الوليدات ديالنا تياكلوها سوف يتنسلقوها مزيان وتندروها هده المولات اللي جاهزين انا شاركتو معاكم على حسب الناس اللي عندها الزوجية لاخدام او تدير غديوة تتقدمها يعني اعطيتكم شكل كيفاش اللي بغيتو تحطوها كتتبان وغان نشاركها معاكم في مول ديال المنزل اللي بغيت ديرها بالنسبة للفرماج اللي درتو شو كتي خليلينا ذيك اللي ببات ديالنا معلكة وفيها مدق ديال الفرماج صراحة وبالنسبة لها الصغيرين رادرتوهم على حسب القوتي ديالنا او الوجبات الغذائية اللي تدود التلاميذ للمدرسة او الوليدات ديالنا تقدروا تقدموهم على هاتشكل لوليداتكم تيجوا الصراحة رائعين وبالنسبة للناس اللي بغاوا عير في المنزلة يقدروا يدروا مول اي نوع الحجم اللي بغاوا يقدروا يخوها كاملة في مول يقدروا الكمية تتبقى على حساب العدد ديال الاشخاص اللي في المنزل هنا يقدرنا المعجنات كيلو اللاروب ديال المعجنات اللي انا استعملت اعطتني هاد الكمية كاملة وبالنسبة للثلصة البيشاميل استعملت ليتر ديال الحالي يعني رعا عندي المقادر ديالهم من قبل غا نشاركو معاكم من بعد تنزين بدك شوية ديال السلصة اللي خليتها من الفوق كيف شتو تنبقاو ننهبطو نقاددو كل شي ما ننسوش هادوك الصغير انتا وانديرو وديك ورقة سيدنا موسى اللي درتا يزولتها حيتها بلما نبقاو حاطينا في الاكل ديالنا سا فيتنزين دبايا الفرماج اللي عندنا ديال الجبل زدت هادو الفرماج المربع يعني هو الاول وعنده بش غنزيد سلصة البيشاميل وعنده بش الفرماج المبشور بالنسبة هنا يا هادو الفرماج يعني تبقى يعني اختياري بغيتوش ديروه صافي ولكن تيجي يعطينا واحد لدال اللي صار حزوينا خوصا الاطفال تبغيو هادش ديال المعجنات اللي تكون فيهم فرماج شوية كتير خوصا درالي اللي متبغوش يأكلوه واتمشي وصفات بحل كاية تنفضل تندخل الفرماج بش يتكاليه مع وليداتي وانتمنى تعجبكم هادو الوصفة اللي هي صارحة رائع وغا تعجبكم هادو المعجنات بهادو المقادر وهادو الطريقة والقرعه را ما تجيش بينها يعني ديروها لوليداتكم را ما تجيش نهائيا بينها معا السلصة ومعا الكفتا را ما تتبقاش بينها نهائيا استعملوها دخلوا دائما الخضر في الاكل ديالكم وانتمنى تعجبكم هادو الوصفة بالنسبة هادو الفرماج مبشور من الفوق وغندخلهم الفران يطيبوا ويكملوا طياب ديالهم وتحمروا لينا شوية ملوشة ونخرجوا مره مطابق الحال كل شي احنا عدنا طيب يعني غا نحتاجوا عيرو حت شوية تتعلق لينا ليبار ديالنا تزيد طياب كيف شتوق هنا يشكل ديالها كيف اجا صارحة تجيزوينها درت هادو الصغير ورين كيف اجاو منيضمين بالنسبة الناس اللي بغوا الحجم الصغير وبالنسبة القراططان عائلي كيف اجاو محل هكاية فهاد المولة جاهزة يعني الناس اللي بغوا ينوعوا او يديهم معاهم الخدمة ديالهم او اعطيهم ملقنة الوليدات ديالهم بالنسبة درت الفرن شوف كيف تتجي يعني معلكة صراحة تتدير فوقاعة باش تعرفوا بنا الكيمية ديال الصلصة واخدة حقها اللي بضيالنا شبعنا من المقادر اللي هما مضبوطة انتمنى تعجبكم اطلا هدو الوصفة ومتبخلوش علينا بلايك وب таبوني الناس اللي تشوفوا ڭنة ديالأول مرة متبخلوش علينا مشاركة دية لي دعمونا ونزيدو القدام ومنتمنى تعجبكم هدو الوصفه التلي انا دريدكم فالقنات ويجيكم ساهلين او يجيكم اخفاف على قلبكم او انا اخفاف على قلبكم ونتمنى تعجبكم هاد الوصفة بالنسبة لمعجنة دي وانا كيفشته تيجوا مع الكن وريتكم الصغيرة وغنوركم تلك كبيرة كيفشتجي صارحة راتجي رائعة هاد اللي باطرة اللي كانت مصيبة به هاد طريقة وبهاد الوصفات بهاد المقادر اللي فيها راتجي صارحة رائعة وتتعجبت الوليدات علش الله نجربوها وتشكركم على الدعم ديالكم في القناة والناس اللي شافوا القناة ديالي وليشاركوا فيها مرحبا بكم والف مرحبا ودائما معاكم شهوات الحجة راشيدة ومرحبا والف مرحبا والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله مرحبا